علبنا والبنائين افكارك ازاي حد ممكن يحول لك 100 جنيه لمية دولار وحاجات كتير ممكن نتكلم فيها بس بعد الفصل بس دلوقتي عايز اتكلم معاكو في موضوعنا اللي بنتكلم فيه دايما وهو التعليم فاكرين عبارة فوت علينا بكرة يا سيد العبارة دي عبارة تاريخية ميراث وموروث تاريخي وثقافي وروتيني لما يبقى عندنا حاجة حلوة لازم نقول فيه عندنا حاجة حلوة في التعليم بالذات لان احنا شوقين للتعليم مكتب الوزير لخدمة المواطنين المكتب ده من اهم واخطر الادارات والقطاعات داخل ديوان وزارة التربية والتعليم بيبقى له مدير على درجة مدير عام مدير مكتب الوزير لخدمة المواطنين في الحقيقة هو دلوقتي الاستاذ محمد عبدالقادر هذا الرجل الذي صنع طفرة مش هقول نقلة ويمكن لما طريق الثالث بيقول ان محمد عبدالقادر مع حفظ الالقاب صنع طفرة هو صنع طفرة هقولكو ازاي زمان كنا بنكتب والناس بتكتب وبتشتكي وبتكتب الشكوى وتقدمها ورق وفيه حاجات ممكن تروح هنا تروح هنا تتأخر هنا اه تروح وتيجي في العرض التوح حاجات كتير كما ممكن تعطي انما لما نوصل لمعدل ان انا دلوقت وانا في بيتي اقدر اتابع الشكوى بتاعتي بالرقم القاوني بتاعي دي نقلة دي طفرة دي لازم نقولها شابوه دي لازم نقول الدكتور طارق شوقي احسنت الاختيار في هذا الموقع هذا الرجل يتماشى مع سياستك التطويرية اللي هي المحور الرئيسي فيها هو التكنولوجيا هو سنتر ورمانة ميزان مشروع الدكتور طارق شوقي في التطوير ايه؟ هو التكنولوجيا تابلت ده رمز للتكنولوجيا وتطور التكنولوجيا والاستخدام الامسة للتكنولوجيا طب ازاي يبقى عندي وحدات داخل الوزارة بتاعتي غير متصلة ببعضها البعض وغير مميكانة ده اللي حصل دلوقتي من خلال الادارة الجديدة من خلال هذا الرجل اللي احنا بنشكره وبنتمنى ان يكون فيه كتير زيه هذا الرجل اللي فعلا صنع دي طفرة دلوقتي احنا بقى عندنا نقدر نقول تقليل معدل مدة الشكوى يعني لو انت كنت بتقدم شكوى او مذكرة او مقترحات خلي بالحضرتك فيه جزئية مهمة جدا جزئية الاقتراح ان انت ممكن حضرتك تقترح شيء هذا المكتب منوط باستقبالك ومنوط بمنقشتك في اقتراحك وتقديمك لذا الاقتراح وهو بيحيله على الجهة المختصة بقى عندي تقليل زمن الرد انت كنت ممكن تقدم شكوى وتقعد بالشهرين ثلاثة محدش يرد عليك لا دلوقتي بقى فيه عندي لمس بقى فيه عندي معدل لو بتاخد شهر بقى تاخد عشرين يوم لو بتاخد عشرين يوم بتاخد عشر تيام ده انجاز بقى عندي حصر للشهور الاعلى في عدد الشكاوى بقى عندي حصر بالادارات اللي احيلت لها اكبر عدد من الشكاوى الادارات دي اللي هي مثلا ادارة المتابعة تقويم الاداء التوجيه المالوي الاداري بغض النظر يعني التوجيه المالوي الاداري الشؤون القانونية وغيرها من الادارات المختصة وهنا لنا رجاء عند الدكتور طارق وعند القائمين على عمر التعليم في مصر مع التطوير ده احنا مش عايزين ناقف عند ان مكتب الوزير لخدمة المواطنين يقف عند الاحالة بمعنى ايه الاحالة ان بتقدم المذكرة شكوى كانت او مخترح بيوحيلها للادارة المتابعة للشؤون القانونية للتوجيه المالي لا انا عايز ده وعايز جنبه ايضا ان تكون هذه الادارة ادارة فحص ادارة فحص هي نفسها طفحة فضيش شكوى وترد عليها وممكن هي تطلب لجنة ويتم تشكيل لجنة من المتابعة من التوجيه المالي من الشؤون القانونية من الخدمة المواطنين ايضا ويصدر تقارير من خدمة المواطنين من مكتب الوزير مباشرة للمواطن اللي قدم الشكوى بتاعته ده رجأنا وده انحيازنا وزي ما بنقول فيه سلبيات في الجزئة الفلانية واجب علينا لما نلاقي ايجابية نشكر من قام بهذه الايجابية ونعظم هذا العمل ونقدر هذا العمل وبنشكر مرة تانية الاستاذ محمد عبدالقادر والدكتور طارق على حسن اختياره وقيادات وزارة التربية والتعليم اعتقد كلكم مشتقين دلوقتي ان انتو تشوفوا ابراهيم المصري خلينا نخرج لفاصل ونستقبل مع بعض ابراهيم المصري وخليكم معنا حلقة قمة في الاثارة قمة في التشويق ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة